اعرفت راسية بناتي اخبرت عليكم بالحق لا تخافوش ارجعت لكم بقصص من اغنغين قصص من قصص شهر زاد التي لا تنسى لا نستطيع ان نطول عليكم و ندخلوا في اول قصة اسمتي ويسال وحكايتي كانت عادية حتى النهار اللي غنت لقم مولي السلطان مولي السلطان اللي لقعتني بيغل خدمة والسيد كيف شافني حمارق علينا البنات ماشي غنشكر لكم راسي انا الحمد لله كنت زينة بساف اقبل منه راشي لا يدري حوله معايا من غير الناس اللي كانوا يخدموا فيها كان الحمد لله ربعة ينحق في الزين المهم سيد كيف شافني التفتن بيه هو قبل ما يخدم معايا كان دائما كان شوفو واحد الشخص اللي قاصح كان يجي دائما مخنزر بالحق كيف جاء وشافني وبديس كان نخدم معا انا تبدال ولا غير كيد حاكوا كل شي كان لاحظات الشي وكل شي قالوا لي يا الافريطة يا الافريطة السيد زاد المهم في اللول كانت تجمعنا غير الخدمة معمره ما قلل لي الحياة ولا لأفة كان دائما كيدوي معايا غير في الخدمة وخلاص حسن النهار اللي غادي عيط لي في التلفون وغايقول يا ويصال بغيت نطلقى معاك كنت له عليا شي كلا باس مشكل شي مشكل في الخدمة قال يلا بغيت نقول لك شي هادرة بينه وبينك وكنت منه هاد شي بقى بينه وبينك حسن ندوي اناوية كنت له وخاص يدي فعلا كنا تتفقنا ان هادك السبت غادي نطلقاه كنا تلاقينا في واحد القهوة اللي ما كانش بعيدة بزاف على دارنا مشيت عادية لقيت سيد كيت سنافية هادك السيد اللي كانت شخصية ديه قوية بزاف هادك النهار كان غير كيد يدخل ويخرشو الهضرة المهم قلس وكتلو نحاب يا كلا باس قال يشوفها ويصال ما كان ما نخبي عليك وانتي اكيد غادي تكوني حاسة وحارفة بهذاك الشي اللي بيا انا ندرت رسيم كل الخاوة وكتلو ما فهمتش اشنو كتقصد قال يشوفي انا غادي نجيك من الاخر انا ويصال عجبتيني بزاف وبغيت كل الحلال وبغيت نتعرف عليك كتر باش نشوف وهزا ما اغنت ناس وهم عوضياتنا ولا لا انا سما بقيت غادي نشوفي ما كونش عارفة اشنو غادي نقولي اصلا ما امرني ما كانت عندي علاقة مع عشي واحد باش نعرف اشنو كيقولو في هاد الواقع المهم بقيت ساكسا وهو بدك يتلف فيها وكيقولي يعطيني غير فرصة وانا والله ما بغيت في الياء ولا بغيت يحتمل غدا نجي نخطباك انا ما عنديش قرار بجال المشكيل المهم سيد كان كيبان عليه انه متحمس بزاي باش يسمع الردة الفعل دي علي انا بقت غير كنشوف فيه اوه كيقولي اعطيني فرصة مع اعطيني فرصة صافي ما كنت جاوبته لا بيه لا بلا ولكن بالنسبة لي هو فالسوكوس علامته الريضة وانا ما كذبش عليكم كان عاجبني الحال المهم ايها هديك من هنا غتبدأ علاقتنا كنتعرف عليها كنتعرف عليها كنتعرف عليها شنو كنتديري فين كنتمشي منين كنتشي المهم التفاصيل دي الحياتي وحتى انا بديت كانت تعرف عليها احتاولينا كم تسطى وعلم عندياتنا في واحد الضرف اللي مكانش طويل وفي هذه المدة رح تشي واحد في الخدمة ما كان سيقل لي الخبار ان اني عندي علاقة معها كل شي عارف ان هاداك السيد راح مزعوط فيها ولكن شي حاج اخرى ما كيناش صافي بقينا سترين خبيسنا حتى النهار اللي غادي انتفاهم معاه وغادي قولي يبغاين نجيل داركم اديك الساحة كنمشي عند ماماه وقالها ليها وماماه قلت لي مرحبا معك سمحت شي حاجة ولا الله وعلم كانت بيناتهم شي حاجة المهم انا موصلني ووالق مهم احنا وجدنا راتنا وقدرنا ليهم تكبيرها ديال نفس النهار اللي جاو كان جات ماماه وباباه واجا اخوه ومرتو جات واحد اختو واحد اختو واحد اخرى مهم جاو كاملين كبرنا بيهم وفرحنا بيهم هذيك النهار مناش شافوني مالقاو في ميتعوب باشي نقيو سنيهم ماداوش من دارنا دارنا دارو جادهم مكتر ونكف مكتلكم جمالا مكان شي واحد يتناقش فيها يعني اللي يشوفني يحمق عليها صافي كانوا قالوا الولدهم اللهم يستر ووالدي يحتهم اعجبهم الحال المهم في هذا الوقت بدينا كان اضروا على المقول كان اضروا على العشنو غنديرو كيفاش غندزوجو فين غانسونو التفاصيل والراجل حتى لهذا الساعة ما كانت عنده لها دار لا دواري الله كان بخرج واحد طمو موبيل صافي كان قال يغنكريو انا قلت له واخا اصلا ما كانش عندي المشكل اه في الوقت اللي احنا كنا كان نفكره في الكرافين ما فيها غانكريو نادة امو وقالت لي اجي اوليدي اعرفت يا راس كيلة كريتيرة ما تديرش الطيلة وحيات كاملة هيا درباك عريضة طويلة اعجي تكون فيها واحتجي حاجة ما غدي تخصك وانت كتشوف اخوتك وخواتك كاملة مزوجين ما تتغير انا وباك الراس في الراس الولد قال لها شوف يا امامتي ما غنقولك ليه ليه لا لا انا غنتشاور مع فلانا ونرضي لك باش مكان المهم جا عندي السيد وقال لها شوفها ما غنقلت وانا قلت لها ما غنقولك شي حاجة حتى انتشاور معاك انا كنت اول واحدة كان ارفض الزواج اللي كيكون في حال هكا يعني باش ينسكون معادرهم ما كنتش باقاك حتى سيني في واحد الموقف المحرش كان لك من نهار الوز قل ليه لا انا بغن تكون بوحتي لا تقلينيش عني انا هذيك منطل حرام اللي غنقول لك الله قل ليه لا وحلاش محلاش ودارنا ومدرويش انسى الله عمرها كنت اقلقوا بوحتي غير أهم لا تسمحها لنفس النات لنعمل حياتي ويقول ليه ح Hertة وانتو مرد وانتو مردو وانتو مردو وانتو مردو وانتو مردو وانتو من التواتف انا يرهد الي بيت الفوق وانتو مردو كامل اتو اعشى في وحياتك كاملة كما ارى مهن نتحاول انه يقنعني ويظهر الموضوع انها في نفس الوقت انا وريس محروجة وريس كان قلت لها ان تسممتها بمزيانة صافي قلت لها انا قلت لها شوية الوقت ان انتها وقت لها كل شيء انا انا نفس الهضرة اللي قلت لها اجداهي قلت لها نتشاور مع افلانة فقد قلت لها من لولا اللا المهم قلت لها امه ان تشوفي رعادي اذا كانت عندهم الدار من الفقه 3 اذا انت ستأخذي بارت مدية لهذا ما شئ مشكل الهانية صافيها هديك كانت تدار مع الوالد و أمي كانت تقول لي ما فيها بنيتي أصلاً العقوزة لا تبقى يجلسة معها سوف تخرج مع راجلك و تخرج مع راجلك حينما أنا وياح التعميل فرصة مناسبة الراجل يوقف على رجليه و يجمع راسه و تعمل الأمور تيسر و تأخذوا دوارتكم صافي قلت لها اللهم يسر و يسمع الوالد و تدار بالفرحة صافي قال لها الوقت للموضوع الدار تحل هذيك الصحة الراجل و يقول لي خاصة نزوجه اليوم قبل من غدا فعلاً كنا نرسينا الأمور ماداش بزاف احتدمنا العقد و ننمور هالعرس مباشرة تزوج بالراجل ومشيت أنوية مهم كنا سافرنا دوز ما أحسن يمات في حياتي راجلي ما غديش نذكر ولد الناس و ما فيه ما يتعاب كيت هلا فيها حنين فيها بلا قياس كي يبغيني واحد الحب لكبير بالصعف صافي دوزنا هذيك شهر الأسل دينا من بعد جينا لدارهم كنا طلعنا نيشا الدالفوقانية كانوا فيها غير الصالونات و بيت واحد هو بيت ناعس و هذا البيت كان البيت ديالخوه مع مرتو قبل ما يتحولوا و دابو رجعوا البيت ديال هادوالدهم حيث هو اللي يبقى عيش معهم في الدالخواتات و كامر يمزوش بديورهم صافي جيت ساقبلوني كبرو بيال أمور كاملة كانت غاد يمسي أنا كان بقاولي يومين عاد ندخل الخدمة فدو كل يومين كانت يدي بيطوصي بشقة و كانت فرحانة لمعديش غرام ديال المشكيل و ديالخوات اخبتك و تجمع شرر الحواج و انتبه صابون و ايضا في الحمام و اتبه في موهيم و اخبطه في الصباح و ننزل و انا نرأت الحواج و اخبطه و انا كميشه و انا نتوقع خدمتي و هو يتوقع خدمته و حماية يومين يجب غداء حيث كنت نتبه خيرا بالسطور الذي يسلس الماء و هي أضيف الأعشاء إن كان سأرسل الماء والفوقانية وتجمع الفوقانية و هي كنت نفاهية واوها كان تطيب الاغذاء و أنا أطيب العشاء و الفطور كل شخص يطيب فطوره و أنا يشتش حاجة من الفطور دي لست في بقى فوق الطبلة ولكن أو لا أحصل معي لها فقط لها فقط لها فقط لانها الأمور بينها كانت سيارة ومن الخارج كانت واحدة الانسانية اللي بنت الناس مش اشي واحدة اللي بنت الحرام اللي اكسية وانا ما هنشكر لكم راسي كنت تحوي دقا يعني فاش كنجي فلاشية عبداليا ما يتقضي كنقضيه اما الشي الاخورة كله كان مقسم هي كتسبة للراسة انا كتسبة للراسي انا كنجمع الفوق هي كتسبة للتحت ممكن هاش ان الدار تخليها مرونة وحقوسي حادقا حتى نجي انا احد نجمعها في السبت والحد وهنا فين غايت جبد المشكيل كنت انا السبت مع السباح كان هزراتي وكمشي لدارنا ثم فين كنت كنقوم يعني كمشي الحمام ديل تماما كان بات مئاهم ليل السبت حتى ننهار الحد كنجي ننهار الحد بعض المرات فوق ديال الغضاء وبعد المرات ما كانت تل اشياء ارى لكم فاديك السبت والحد دار ديال اقوسي كتعمار كيجوا بناتها كاملين وهدك ولدها ومرتوه وولادهم عرفتوا الدنيا كتنغل كنهات يجي وفي الأغلبية حين يلقيوني ايش قليل فاشك يلقيوني وفاش كنكون تما ان الكان انه عليهم والرجل يريد الكسر لهم وكلهم قالوا لك احقام يحدكون انا ما كنجي كنتسوق لهم حين في اكثر اياكو ان كنكو ان نجي ادعي معاهم وفاش كنجي انجي نهل الحد فلاشيه كنسلم عليهم ادعيوم اشرب معه مصادر امير موضع حيث تلقي في الناس فعليه المهم اليوم اليوم يمكنك أن اجمعوا النار ويخبرونه على عملاً من ألل يجب أن نعاون العقوزة في الشقة والبنات هزتهم من نفس الأمهم وقالوا لك أحقام أحقام أنا يمشي أروسة بزيانة وأنا يجب أن نتعاون مع أمهم وبعدها لك هذا الشقة المهم هذا الشي كان بناتهم حتى النظهر لأن الناس سيطيمون وغيتفرقون 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 على رجلي سيقول لهم مرتك ممسوا باش وحنا غير كان نشيو هي كتخوى علينا الدار وهي خصة تقلس هنا يوم ومسكينها كتبقى مع الدبا مع الشقة ولم يجب أن نشيو هي وقفة على رجليها ما هو هي وقفة على رجليها حرر شوهم مزيانة لبنات الراجل طلع عندي مقاليا لاتابلات حرقات دووزنا واحد اليومين تجنهار لاربع في العشية وهو يقول لي يا غدا في الشخرج من الخدمة سيري لداركم بغيتفرقون حمام ولا شي حاجة وبأتي معاهم الغد ليهجي وقلسي معانا تسبت الحد كي يجيو أخواتاتي ما قلتش معاهم حشومة محشومة أنا والله هالبنات اعلانيتي قلت له خاسدي مشي مشكلة هذا كان النهار الغدلي في الصباح مشيت الخدمة دائما يا حوي جاتي من الخدمة مشيت نيشا لطهرنا وقلس معهم ممشيت للحمام الأول وحسنا مولفكة مشي الحمام نهار السر سوف دي وقلس معهم هذي كليلة الغدلي مشيت الخدمتي من الخدمتي مشيت عند عقوسي جيت كيف العادة دخلت الخاسي دم طيبة الغداء كلينت أنا وراجلي انتظرنا للفوق وقلسنا شوية من بعد نزل سعيد الفئر طيب الغداء ومسحة تلقي اللي شئ سوف يخرج في حالاتي ناستلغد لي مع الصباح انتظر بها بدا وخواتاتي وكي يجيو حين تكن صباح السبت وخواتاتي وكي يجيو واحده من مرة واحده ناضيت العقوزة بعد أن انا طيبت الفطور ناضيت العقوزة بدنا توجد العقوزة أنا يبدو انتظر بها الخواتاتي جاو انا كان طرفوا ماكرونو انا كان طرفوا ماكرونو ممسوقش ليهم انا الحاجة اللي طرفتها ما كنرجعش نجمعها يعني شطبت ما غنرجعش نشطب هايديك الساعة ساعة في دون وستش طيبة جمعت الدار غير بزز حيث هما كانوا كيرونو اه العقوزة حتى تلغدا تغدينا من بعد انا يهزي تراثي وتلعت الفوق حيث كيني ابنتها والدار عمره ما يمكن يشنغسل الماعن وانا هاتطريقة را كوندرتها في الوقت لكنت كانت لقى معهم هكا كونت كندير المهم خليت دوك الماعن وطلعت في حال حتى الاشياء عاد نزلت معي واحد الكيكة من الدار وحتى تبصيل ديال البغرير سوف يدخلت بيها منيشان فوق الطبلة ونطلقت عقوسي كتعم مراتي عاونتها مبناتها راهم جب داعات وولادهم كيرونو الدنيا منقول شيكم كيفش دايرة مشاكل بس فهي على علاها وعقوسي غير كتتغوث معهم وتغوث على الدار وهذه من هنا وهذه من هنا وهذه من الهيه المهمة نحطيت مع ذلك الكوية الساعتاي شربناه من بعد جمعت الطبلة خصيت المبينات العقوزة دخلات طيبة العشاء المهمة بقي تغالسة وهم بدأوا كيحشوا لي يا الهضرة وشغن بقى وقالسي لأمي في الكوزينة ويتشوف في أختها ويتقول لأنه دونودي عاوني أمي راهم القاتل المسكين اللي عاونها النهار ومطال وهي ببعدها واقفة انا والله البنات اللي اعلانيتي والله ما احرفتهم انهم كيحشوا لي يا الهضرة المهمة قاتلها هذه أختها وانا رجعي يلدرب بنرتاح نطلق دامي مش جاي نشقه نايا على ملادي داري اللي دارو ونوضليها انا ياقف سمعت اللي دارو ونوضليها ما سمعت صحيحوا لي يعني انا احسا انا غير قالسة سافي خليتهم كيحضروا انا شدت التليفون جالي وكانت حاك كنت كيحضر مع واحد صاحبتي كان ضحكوا انويا ومراكا يحضروا لي مهم بقوا كيحضروا حتى ايها ومن بعد نادته واحدة طافجة مش عدمها الكوزينة انا بقيت قالسات ما احطوا العشاة تعشينا خليت اذك شي كما هو اشترتي في الدراجلي وطلعت في حالتي الفوق لأساك ومالبنات وهو مترين قدير البنات من غير هذه كمرت وولده اخرى انا على شغط انا رغسلت الماء عن ديال الكاسكروت يعني جمعت الدار في الصباح صافي الله يجعل براكا المهم طلعت في حالتي نغدليه منزلت حتى الجواهي العشرة حيث ذاك لحد بوحده اللي كان نعاس فيه مزيان المهم نطمعها طلع نزلت لقيتهم كيفطروا فطرنا دخلت معه وسيني اقول سي الكوزينة جمعي هادي قدي هادي وجدين اغدا ديري شليده اخرج تدوضس واحد تشطيباس جفاف مرقدرش ندوزو حين تدراني بزاف مهم وقفت معه هاديك الصباح تحطوا الغضاء وثاني الزيتراتي للفق بلا ما رغسلت الماء اه تحطوا الماء ها هي وجدتليهم كاسكروت انا ما بقيتش نزلت صافي من ثم احتنا نهار اثنين عاد نزلت لقيت الدار مجموعة اه وجهت الفطور ديالي مشيت جيت او ثاني لقيتنا موجودة الغضاء تغدينا جمعت او ثاني لقيتنا كيف العادة كيف العادة عربنا عادة لبنات صافي دازها هذه الأسبوع الاخر مشيت لدارنا الاسبوع اللي مرهي المشكلة لي سأصبح تنظر أسبوع وأسبوع في دارنا و ليس بعمل حلقة الحزنة يجعلون جميعا نحاول كما يعرفون أن يأمل بها انا لم اكن سوق لهم و كنت بنات نية واحدة لم يكن لديك هدرات الناس و حقها تشيلي الهدرات اختيتني نيشان اما تبقى تشيلي الهدرات و تشيلي الهدرات و يمسطين بقاندها في اكسا فيك نقول لخلاوشلة المهم سوف تدوز المودة على هذا الموال هو ما ما عاجبهم حال و انا كنت حاسة بهذا الشي و لكن لم يسوقها لهم و سنبقى حتى النهار اللي سنحمل و سأجيني لوحة مصعيب المهم في واحد السبت سوف يجيو هم انا اصلا هذي السمانة كنت اوصا في الخدمة غير بالزز و فش كنت نجي ما كنت ناكل حتى شي حاجة و حتى هذيك العشاء اللي كنت نوجده حيث ما بقيتش نحمل من الريحة ديالطياب كنت مقضيها غير الخبز و الفرماج و الخبز و زبيتا هذا الشي اللي كنت ناكل بعد المرهات ما بقيتش ناكل مهم كنت فعلا ايانا ارا لكم نهار السبت اللي غادي جيو هبط مع السباح فتر سمعهم و من سما ما بقيتش هبط نهائيا حيث المرقة ما بقيتش نحمل الشم الريحة ديالها و كنت صافي عفتي ايانا عفصل و حمل بنات المهم بقيت غالصة اه الناس الوقت ديال الغضاء اه قولوا الساعة تتعليه و قلت لها خلصة ما فيياش اللي تتعليه صافي بقيت غالصة ادارو كاسكروت ما عطوش عليا فالوقت ديالعشاء اراجلي كان ارى ليكم الراجل فش بغاو يحطو العشاء طلع عندي كيجربش يقولي ايها بتتعي الشاي انا خلق عندي كتلوا ما فيياش اللي ينوضق يوعده نوضي اذا ما كنت غالصة معنا المهم هزيت راسي و الزلس المهم نزل اللي غالصة كانت لقى معاخته خارجه من طوالات غاديل الصالة و غاديل الصالة ايوا كيف شافتني البنات كحلاس بالعماود الظلمة وهذا المرة غالصة قلت لي تشك انت كتسمر غالصة أما تضع الماكلة و تقول لي كيف العودة و تقول لي بسم الله عليك اويني شاد الهضرة و تقول لي بسم الله عليك سوف نحسلك و بدأت تغوث و تتعين البنات سوف يتجمعوا أخواتها كاملين و سوف يبدأ و يتغاوتوا هذوك اللي يكونوا جامعين لك و احد نهارك يتفرقوا هذوك البنات المهم هو ما يقولوا لي الشكنتية غير كنجو حنايا و تضينا راسك مريضة و لا تشقيش مع أمي لا تتعاونيها و تتعاونيها كان في السباب الوحيد أخبرت لك و قالتى عيوداتي و يسكنت أخير و أصدق بصدق 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 كما يستطيع و أقوم بساطق بصدق بصدق أشخاص اخر لتأخذ الفريق و يكون بخير. لقد أغلقتك أحبه أماما وقت أغلقتك أبداً كنت أتعلم أن إنت قريباً أن تقريباً أن تتواجد قريباً في الوحيد ومعاً أطفال وفي أحد النهار وثاني كنت ألعب فيه وخدمت الطبلة كثيرة وبقال تفضل وكان يتلك من قلتين وثلاثة في أحلاتي فقد أدواني قربها وبادواني يرى اخي كتبات وطلعات ملابسة من أجل أجل غير دياف وعوثي وتقولوا بها تنباً وهم لم يكن أعلم في أوافي و هذا ما بشكل كيف تفهم مرد فوق مرودة و قالت إها وجدت مرودة من الفقه و كنت أحبت أن تجعل أحبائهم في أصيب و شفت فيه و كنت تعالوا لد للو K вокруг و كنت تأتيكم من الأخر و أنا أحد الإثار من الأخير و لم يكن أحدكم أخيرهم و كانت أخيرا لمها لا أجل و أخير لديهم و قلت لديهم أنه مستثفى و لديهم أقصان و قالت إخذ سبت القروج جيدة و أقام بمقارنة و أعتقد أن نعطي أجل انا لا اموت الصحيحة ولا ادراع للشقق اجتوا من الاخر ارى اليكم انا فشغلوا الهضراء اخوة التكن و تصندق الدم الباب كيف سمعوا هاتخوة كله خلق اتجارها احقاما اتكونت لدينا دربانا انا الا ازفاجة انا انا و اخوة اخوة تخويه و اتجوا ان نقوم باحتهم ايديو اغلتهم حتى سهله اتجوا انه لا تنقوم باحتها و ارجوا انه ترى الا انت تقوموا باحتهم تقول لسوق لا تهزوا معون لا تدروح شي حاجة ويقول لي انتي مولاة الدار وقالوا لدينا انا اعرف ماذا انا مولاة الدار او انا اضيفك واذا انتم امالين الدار وضربكم هذي او جايين ضيافك لهم باش نعرفوا اشنو كنقولو قلت لي اللا ما اللا وضربنا هذي ما ضربنا هذي قلت لي لكن ضربك عرّي عليك تافك ولمك بقاتفيك وكاز قولي الخوق احقام 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 انا ما كان عاونهاش انا اختعابنت الناس وبنت الحرام من الاخر بقاتفيك هذي عرّي عليك تافك وعونيها مشدوب الناس علاونا عليك الموقت في الحراط في الحراطedenari siح osbena جتبات مكينيز اللا ك quantا ما ندخل Choose lastic زيط وضول وبأدخل الباب المهم هو مبدأون كي تغاوتون لهم يا اسرو اي Hung Ferrara ان لا تسوق сама تلفينهم الرحيم والا قادرين على مساكيل المهم مدسك من ل 잠هار كنت تiances بنفس الفكرة أعطيها الكثير من شخصهم لا أستطيعها تحصل على الناس للأسابة والأسبوع و لم يتحصل على الناس للأسابة و لم يتحصل على الناس للأسابة نتركوا بلد نجد في الدار ونفعلنا لا نتركوا الناس ونجدوا الوقفهم ونرى التفكير لا نتركوا من الدار لن يجبوني الاستمار يجبوني اما اضعوا الناس بأن قد نتركوا في الدار ونبقى مجردين يلقيوا المشاكين الوسطة اعتقدوا صفائيتهم وقد أرى هذه المدينة وقد ارى الناس كنت قدبية كليلية ويلا نخرج ونعاونه على زمان ما كنتش قدبية ردني لضربة وبسلامة بسلامة قال يلا وانا كان بغيك ما كان بغيك تلوله كنتي كان بغيني صافي نخرج ونقلبه على الكرا فعلا بدينا كان قلبه على الكرا ومفاسقة الخبار بغا تصبحوا مع شبهاش الحال وقد كحقا محقا انا نبقى بوحدي مما نبقى بوحدي مهموا مع شبهاش الحال خواته كذلك ومثال انا متصوقش لهم قاحة وقد كنت قدبية معي ويقولين على الشيطان كان قلوا انا مغنى على الشيطان وداركم مغنى بقاش فيها بغيتيني كليلية ما بغيتينيش الله يعاون بسلامة وشافح تايا كان بلو انا كرش الفومي وهو كان بغيني بزعف الصراحة كيبالي هموم وكتقولوا السخط الرضا شافح تايا قلموا شوف يسمحي لي وكرميم كلياش نطلق مرتدابه نادوهما قالوا لي احقام 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 مرتك سحارة ودات كلينا ودارتها وغير باش انها تفك منا وردوا لي كل شيء اللوماليه مهم انا متصوقش ليوم فاتو كليامات وكانت تتفق معا باش نكريه وبتنا كان نقلبه وفعلا كنا كنا لقينا واحد دوينه في واحد البلاء تنقية صافي كنا بدينا كان نفرشو فيه مشوية مشوية وحنا ساكنين فيها الامور تسرات مداش بزاكة فشولت امو كانت صالحات معانا رجعت العلاقه ما بيننا وما بينمو اما اخوته احتي شي واحدة ما باركت لي انا طبعا قطل خلا وجله واشطبت عشوره وما كنت مصوقه لهم سافي من مورا ما تصرحنا مال عقوزة وليت كمشي عند انا وراجل وكمشي وفي الوقت لما يكونوش بناتها حين المشكل الاساسي ما بيننا وما بينداتها مهم فيما كمشي عند العقوزة وكمشي وما كيدوش بزاف حتى يبدو بناتنا المشاكل واسطاعات انا كنت حاسب شي حاجه ما هيش عارف انه كدرون شي ديار شي حاجه مهم وليت عطيها غير رقياه والقرآن وراد البال الوقت اللي كانمشي الى ما كانش تبصيل مجموع من ناكل شي يعني ما تحتش ليش تبصيل قدامي وناكله ولا شي حاجه تأي من كنسمي الله وكان دير نية ان اي حاجة تذكر على اسمي الله را ما كنت قاديش اه صافي بتيس كان حاول انني نرد البال من العقوزة اما حتى البناتها را ما كنتش كانت لقى معاهم صافي بقي نجارين حتى انظار جميلة ديالي هنسل الجزة الاول ديالنا اما القصة يالله غادي تبدأ ويلا غيبان وشيح ويج اللي كيصدمو يا البنات وصاحب القصة غادي لواحد الخطة واحد الخطة وما تطيعش البنات على الشيطان ايه ما غا نقدر نقول لكم دا بولو من غير نتلاقا في الجزء الثاني للرابط ديالو غادي لقاو في أول تعليق شكرا